السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعرفة شباب رأيكم النهاردة عملنا بخيوط القطيفة الجميلة اللي انا بعشقها جدا في الشتاء وحب الشغل بتاعها لانها بصراحة تأتي دافة ورهيب جدا احسن كمان من الصوف بالذات في الايس كابات في الايس كابات في الاكاليك عملت معاكم فيديو وارينا فيه ازاي نعمل ايس كاب ينفع رجالي وينفع حريمي بطريقة سهلة وطريقة سريعة وعملناه بقال الامكانيات بقرة واحدة وقال كمان من البقرة وعملناه مع بعضينا من غير اي حاجة يعني تديك اضافات تقدرينك تضيفيها وممكن تسيبي زي ما هو كده النهاردة بقى هنعمل مع بعض الاكلو وهنعمله كمان للمأسات الكبيرة انا استخدمت معاكم خيوط الهي ملايا حلوة في القطيفة بتاعتها جميلة الخيوط بتاعتها كتريكو طبعا من خمسة لستة والكروشي اربعة وانا هستخدم معاكم مقاس اربعة لان انا مش هحتاج ان انا الخيوط بتاعتي تبقى مفتوحة وتدخل مثلا هوا او انها يوسع معايا بطريقة زيادة فهنشتغل معا بعدين بغرزة النص عمود وهنشتغل بابرة مقاس اربعة بس كالعادة عشان هنبتدي بسنسلة فلازم احتاج ابرة مقاس اكبر درجة واحدة لها مقاس خمسة اللي هاخد بها البداية بس وهنحتاج كمان معانا المزورة بتاعتنا السحرية وكمان طبعا هنحتاج القصف مميز جدا في لنا النهردة ان انت تشتغلي اللاكلوك بتاعك بقطعة واحدة بس تقريبا مش قلى قطاع الخيط غير مرة واحدة بس ان انت هتعمل فيه انك هتقفلي الشغل باك او اللاكلوك بتاعك من قدام تلك انت تشتغلي كله من غير شوق الخامن لا تقطع الخيط باوتاك او مثلا ومن المعمل تطلب Usually li basias will be royal فالشغل بي يمكن التعامل مراة وكاzept tới نفس التوازAPP كما انتم مشرعين الموديل بتاعنا موديل جميل قوي انا كمان حبيت ان انا انفزه كموديل حريمي لان طبعا انتم عارفين ان احنا بنعمل لاطفال كتير فناس كتير قوي كانت حابة انها تعرف الموديل الحريمي هيحتاج معايا خيط قد ايه او هيحتاج معايا بداية قد ايه والكلام ده كله فتعالوا بقى كل التفاصيل بتاعتنا دي نقولها مع بعضينا بتتعامل ازاي اهم حاجة بقى كمان قبل ما نأتيزي كده في التفاصيل بتاعتنا ما تنسيش لو لسا مشتكتيش الغادرات في القناة نزلي بسرعة واشتركوا في عدل زر كاش نصالي كل جديد من فيديوهاتي هنعمل مع بعضين نص سلسلة كبيرة جدا من كل حاجة انتم نفسكم فيها فاسبوا لي في الكومنتات وقول لي نفسكم تجربوا ايه او خيوط ايه او حابين انتم تعملوا مشروع ايه نعملوا مع بعضينا اه كمان حاسب لكم في صندوق الوصف اه لنك صفحة الكروشي بتاعتني ببيع فيها الشغل وحابين تطلبوا اي اردر تحت امركم التواصل بيبقى عن طريق الواتساب او عن طريق صفحة الفيسبوك وكمان هسيب لكم لنك صفحة الفيسبوك بتاعت الشغل بتاعنا والمشاريع بتاعتنا الناس اللي حابة انها تتعلم الكروشي بس عن طريق الفيسبوك فهسيب لكم فيديوهات كتيرة اوه للتعليم فيها فكفاية راغي وتعروا بقى بصرحة نشوفها نعمل اول حاجة طبعا انا هبتدي معاكم بمقاس خمسة انا اللي تلوك بتاعي دوت انا عملاه مقاس حريمي بس حريمي كبير عملاه مقاس يلبس 41 سنتي وكمان يعني يلبس فول 41 فانا عملاه ان هو يريح لكذا طيب هشتغل بالبداية بتاعتي انا هعمل 28 سنسلة بابرة مقاس خمسة احوه تأكد بس ان انا قفلت كويس بعد كده هاخد 28 سنسلة بتوعي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اعملت 28 سنسلة واحدة بس وبعد كده هبتدي انا اغير الابرة بتاعتي هشيل الابرة وهجيب الابرة ماس اربعة وهقوم شغالة على الحلقة التالتة اللي هي الخلفية اللي موجودة عندي في قلب السنسلة هاخد الخيط وهسيب اول واحدة وهخش في التانية واعمل نص عمود طريقة دي حلقة التالتة واعمل نص عمود لغاية اخر السطر هو بس في الاول هتحس ان هي صعبة وخاصة ان الخيوط القطيفة هتحس ان هي ما بتبقاش مباينة الغرز قوي بس بعد كده هتلاقي نفسك اتعوتي شغلها ممتع ومش من الخيوط اللي بتتعب الايد فهتعجبت جدا في الشغل بتاعها وتنجز جدا كمل السطر دوت وارجع لكم تاني زي ما انتم شايفين خلصت السطر الاولاني طريق اللي احنا اشتغلنا بيها خلت معي الجزء اللي من فوقه الجزء اللي منتعة تحس ان هم واحد ودوت انا بالنسبالي مهمة جدا هاخد سنسلة وهقلب الشغل بتاعي ان الشغلي كله عبارة عن نص عمود فوق كل نص عمود ااخد الخيط خش في الغرزة اللي بعديها واسحب نص عمود ما باشتغلش في الحلقة الخلفية لانا باشتغل تحت الحلقتين مع بعض اهو باشتغل تحت الحلقتين ااخد الخيط وطير هشتغل كده قد ايه هشتغل كده 6 سطور كاملين الـ 28 غرزة بتوعين ايه اقول لكم ان اللاكلوك ده مش هاخد في ايدك اكتر من ساعة ونص بكتير وقوية وهكون يمخلصون هفضل كده لغاية اخر السطر وبعد كده ااخد سنسلة واقلب واشتغل السطر رايح سطر جاي لغاية لما لاي ان السطور بتاعتي هيبقوا 6 سطور اخلص الـ 6 وارجع لكم تاني زي ما انتم شايفين خلصت الـ 6 سطور بتوعي 1 2 3 4 5 6 كده انا خلاص تمام لو تفتكروا احنا عدد الغرز بتاعتنا عبارة عن 28 غرزة 28 غرزة يعني نصهم 14 هاعمل ايه هاقلب الشغل بالطريقة دي وهاعمل 14 غرزة بس واحد واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة حداشر اتناشر تلاتة اشر اربعة اشر اخد سنسلة واقلب الشغل وارجع تاني على الاربعتاشر دول سطر كمان واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتة اخر حاجة اربعة اشر هطلع بعدد السطور بتاعتي قد ايه؟ تأكدي دائما انتر ما تيجي تقسي الجزء ده من هنا الهنا يطلع هو النص بتاعك من هنا الهنا يعني انا عندي هنا هو دلوقتي انا طول الشراب بتاعي عمل خمسة وعشرين صح كده؟ انا بحقسها ازاي؟ هقسم النص الخمسة وعشرين او هنحسبه من هما اربعة وعشرين تمام؟ اربعة وعشرين يعني نصها اتناشر سنتي فانا المفروض بايمين ان انا هعمل ايه؟ هاجي من اول هنا بالطريقة دي اطلع لغاية الاثناشر سنتي او على الاقل لغاية العشرة طيب بيبقى كده انا هطلع قد ايه هطلع تقريبا خمس سطور او ست سطور كمان هطلع بيهم وهرجع لكم او انا عملت بالزبط كم سطر كما انتم شايفين كده انا خلاص فلصتها طلعت معي بالزبط خمس سطور كمان اتأكد ازاي ان انا ماشي مظبوط هاجيب الشغل بتاعي هافضل نازلة كده اهو بطريقة دي واقوم حتى دي على دي علشان خاطر اشوف انا ماشي مظبوط ولا طبعا الفرق ده اللي هو هيبقى عند الصوابع فانا بالنسبالي كده الشغل بتاعي مظبوط او علشان خاطر تغديها بالوايا نشوف كده انت المسافة اللي طلعتيها ده هيبقى وش الرجل عشان تبقى باينة لكم اكتر انا مش عايزة الوش يبقى كثير بسبب بسيط ان انا كنتم شايفين انا هقفله فانا مش عايزة التقفيل من قدامي يبقى كثير انا مش عايزة ان انا ندره براحة انا مش عامله بالرينة انا هقفله انا هقفله قشراب سليبر مقفول بالزبط اهو فانا محتاجة الجزء ده هو بس اللي يبقى موجود عندي فطلعت معي خمس عموي هجيب القبرة مقاس خمسة انا دلوقتي عايزة اقرر الجزء بتاعي دوت هنا تاني فانا في معي فرق الحتة دي كلها لهم اللي 14 غرزة هعمل 14 سنسلة تشد الخط شوية بساط واعمل 14 سنسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر والسنسلة اللي انا بعملها لانا بقلب بها ابدل خلاص الابرة مش هحتاج مقاس خمسة دي تاني هقلب الشغل بتاعي اخد الخيط وهشتغل في حلقة التالتة زي ما بديت بالزبط هنعمل 14 غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسان آر سارة هندو سارة نو سارة ثلاثتاشر وادي اخر غرزة معي اللي هي الاربعتاشر هتبقى مدالية شوابس حاولي كده معا لغاية لما اتجي بها وبعد كده هنكمل فوق كل عمود فوق كل نص عمود نص عمود اللي هما الاربعتاشر التانيين بتوعك ماهم في الاخر ان انا التوتل بتاعي كله هيبقى عبارة عن تمانية وعشرين غرزة نص عمود بعد كده هعمل ايه هخلص لغاية الاخر اخد سنسلة واقلب الشغل وهعمل كمان ستة ستور زي دول بالزلط وشهر سطر بالزبط دلوقتي بقى هعمل ايه طبعا انا بالنسبالي الوش زي الظهر ما فيش اي اختلاف خالص فيه هقلب الشغل بتاعي بالطريقة دي هقسمه بالنص وهبتدي ان انا اقفل الكلوب بتاعي هعمل ايه بقى عشان اقفله اهو هدخل في الغرزة الاولانية وهدي الغرزة التانية واخد الخيط وهعمل غرزة السحب او المنزلق هدخل في الغرزة التانية الغرزة التانية الناحية التانية واسحب الخيط بغرزة منزلق هفضل اشتغل بالطريقة دي كده القفل كله هيبقى من تحت فانا كنت حريصة جدا ان الشغل بتاعي ما يبقاش القفل بتاعه بغرزة كبيرة علشان خاطر ما يبقاش مكالكع معي من تحت انا عزيه من تحت لما اجيه ادوس يبقى يبقى حنين معي ما يبقاش فيه اي اي كالكعونا ماشي في الارض حيث ان هو يبقى بالطريقة دي كده معي اهي ممكن كمان اني حنعملها اني حنقفل فيه الغرزة الخلفية بس اهي بالطريقة دي زي ما انتم ما شايفين هكمل الكلام ده كله لغاية الاخر خالص وهرجع لكم تاني اول لما وصل لاخر السطر خلصت تقفيل بتاعي كله زي ما انا كده من فوق هبتدي اعمل نص عمود في كل سطر هيقابلني اهم حاجة انا اخش في نص العمود اللي في السطر اللي هو قوي النص عمود في السطر مش اه مش اعمل مش تحت النص عمود لا جوه النص عمود ده اقوم داخله كده فيه واقوم عاملة نص عمود انا هقفل شوية الرجل بتاعتنا من قدام فانا حبان ايه تبقى جاية بدايرة شوية طبعا انتي لو عايز تستغني عن الخطوة دي بقى تزويدي سنسلتين في بداية اللاكلوك خالص وما تعملش السطر دوت وتقوم يقفله على طول بس انا حابة ان انا يبقى جاي معايا كده بدورون بسيط اهو طريقة دي لغاية الاخر كده خلص خلصت اول سطر هعمل سطر كمان هقوم داخله كده نص عمود فوق النص عمود التاني هعمل نص عمود بعد كده هاخد النص عمود التاني التالت والرابع مع بعض هخش واسحب واتقل في الرابع واسحب واقوم قفله كلهم مع بعض تاني هعمل نص عمود كده واحد نص عمود في التانية بعد كده اللي اتنين الجايين هاخدهم مع بعض واحد اتنين واقفلهم مع بعض لغاية اخر السطر خلصت السطر هنقطع الخيط وهاجيب ابرة التنظيف المعدن بتاعتي اسحب الشور وهقوم مدخلها من هنا وبعد كده هقفل كأنني بقفل بالضبط ايس كاب ادخل من غرزة واخرج من غرزة اهي طريقة دي نبدأ نقفل بالطريقة كده لغاية الاخر طبعا هي مش كبيرة قوي زي ما قلتلك لو مش حابة تعملي النص دوران اللي انا عاملنا قلت به شوية الكشكشة ممكن لو انت حابة يبقى الكشكشة كبيرة مثلا زي الايس كاب او كده فتزودي مثلا سطرين او سنسلتين او ثلاثة في البداية بتاعتك خالص بحيس ان انتي ما تحتاجيش انك تعمليه اسحب الشور تأكد اني قفلت الدايرة كويس قوي وبعد كده هاكد على الدايرة بتاعتي بالطريقة دي اهي كده ارجع بس مر كمان وبعد كده ابتدي اضيع الخيط بتاعي كده ونركع بحشان نافلت دلوقتي خلاص بعد ما قفلت هنا هنبتدي باني هننشتغل من هنا نحنا نافل الشراب بتاعنا من وراء او السليبر من وراء اول حاجة هاعملها ان انا هسيب اول غرزة وهاخش في الغرزة التانية بتاعتي من تحت هنا ها وهبتدي ان انا اعقد فيها العقدة بتاعتي نعيزها تبقى جاية بنص دوران شوي مش عايزها تبقى جاية بستريت كده فتبقى مش مظبوطة معي وتبقى عاملة كالكاعة كتيرة يعني نقلل الكالكاعة على قد ما نقدر بقوم داخلة بالطريقة دي واقوم واخد غرزة تنسلة بعد كده اعدي في الثانية بالرح بغرزة المنزلقة كل ده هيتنظف زي ما قلنا بعد كده جوه نص العمود ده هقوم داخلة من نص كده مع نص العمود في السطر الاولاني من تحت واقوم واخدر شغل واعمل منزلقة السطر التاني جوه النص عمود والسطر التاني النحية التانية اخد الخيط وعدي بمنزلقة هتعملي بقى الغرزة دي كده كم مرة هنعملهم ست مرات لو تفتكروا احنا اول الشغل بتاعنا كنا عاملين ست سطور عشان تبقي عارفة ان انت ماشية مظبوط اهم حاجة خشي جوه الغرز بلاش تخشي تحت الغرز عشان ما تعملش معاك مساحة احنا شعايزين اي مساحات غرز اهو كده خشي بس هنا كويس من هنا ومن هنا اجيب الخيط منزلقة وبعد كده اول الغرزة من فوق مع اول الغرزة من فوق من هنا وقوم واخده سنسالة اسحب الخيط اخد دولة ضيحهم معي عشان ابقى كده انا بنضاف الشغل بتاعي كله ما يبقاش في عندي اي مشكلة عايزة اقول لكم بقى منتها السعادة احنا خلاص كده بنخلاص اللي اكلوك اهو هسحب بس بقيد الخيط هي ادية اعتبر احلى حاجة واوحش حاجة بصراحة فيه انه هو تحس انه هو بيوبر معاك كده بسرعة فانت على قد ما تقدري تقومي شغالة بمنتهى السرعة وحاول انك ما تشديش الخيطة هقلب اللي اكلوك بتاعي عشان اعمل الجزء اللي من فوق الشكل بتاعه طبعا انا عايزة اقول لكم ان انتي ممكن تسيبيه بالطريقة دي ويبقى معاك عبارة عن سليبر اللي هو والبلرينة العادية خالص بس في خطوة واحدة هتعمليها قبل ما تسيبيه بالطريقة دي اهو هنيجي كده هنا هعمل نص عمود فوق كل غرصة واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية تسعة عشرة حداشر ناشر تلاتة اربعة تاشر بعد كده هخش في الغرزة اللي نازلين هنا هوت فيها اللي هو داخل فيها اللي هي الخمستاشر تسعة وبعد كده فوق سطر من السطور دول في اول نص عمود اخش كده في النص وقوم عاملة برضو نص عمود يعني تعملوا معي خمسة هدي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده هخش في القفلة دي وبعد كده هتلاقي ان اللي باقي معيكي باقي معيكي اربعة عشر غرصة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة انتشرة داشر اتنين عشر تلاتة عشر تلاتة عشر طبعا الاربعتاشر اللي احنا بدينا فيها هقوم قفلة سنسلة زي ما قلتلك بقى انت كده بالطريقة دي تقدر ان انت تسيبيه يبقى باليرينا عندك كده هوت بالطريقة دي ويبقى عندك احلى باليرينا قطيفة جميلة قوي بس زي ما قلتلكم ان هعمله سليبر شراب لفوق فهبتدي ان انا اعمل غرزة ال نسيت اسمها هنعمل الغرزة دي مع بعض البلسي فهنشتغلها غرزة عمود امامي وغرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي هعمل ايش انا اجيبها معي مظبوطة انا هطلع كده صغيرة بالخيط وهاخد الخيط معي على الابرة وبعد كده هقوم عملة غرزة البريد الخلفي بعد كده هوت هقوم واخد الخيط واطلع بريد امامي كل ده بنص عمود يعني انا هعمل نص عمود بريد امامي نص عمود بريد خلفي لغاية اخر السطر زي ما احنا ما شايفين انا كده خلاص خلصت السطر الاول معي او يعتبر بقى السطر التاني دخلت باول غرزة وقفلت بالسنسلة قط العس이�نا صغيرة وبعد كده ده كانت بريد خلفي هعمل فيها بريد امامي بنص عمود وبعد كده دي بريد امامي هعمل فيها بريد امامي بنص عمود وهفضل شغلة بالطريقة دي فق كل بريد خلفي واحفضل شغلة بالطريقة دي لغاية الامطلع الي ارتفاع انا اعايز اجلت طبعا زي ما اتهو انتي كل مرة بتتتلعت حس ان انت بالنسبالك بيعمل معاك شكل جديد انا هنا زي ما قلت لكم انا عملته سليبر طويل شوية لو هو هاف بوط فطلعت به ست سطور كاملين واحد نين تلاتة اربعة خمسة ست عملت ست سطور تقدر انك تطلعي سبعة تطلعي تمانية عايز تعمليه اطول من جده براحتك عايز تعمليه زي ما قلت لك بليرينا براحتك عايز تعمليه قصير براحتك بتبقى ديك كلها على حسب اللي انت عايزين زي ما قلت لكم دوت كده هوت المقاس اللي احنا عملناه مع بعضينا بالابرة بتاعتنا وصمك الخيط دوت لو جبتيه بنفس الصمك او نفس المركة واستخدمتي نفس الابرة هيشتغل معاك لغاية مقاس واحد واربعين انا كمان بقى عملت منه مقاس تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين زي ما انتم ما شايفين كده طبعا ده من مقاس ربعين لواحد واربعين ده تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين بديت فيه ان انا نقصت سنسلتين فانا اشتغلت بيه ستة وعشرين سنسلة في البداية وبدلت شغالة بس الفرق ان انا خليت الوش بتاعي اعرض شوية عملته ست لا هو دوت الوش ده كان خمسة زي ما انا مشغالة طلعت ست سطور بعد ذلك عملت خمسة سطور وست سطور وطلعت هنا هوات ست سطور بغرزة البريد وكمان عملت منه الرجالي زي ما انتم شايفين بقى المقاسات الكبيرة بتاعتنا الرجالي انا عملته عبارة عن 30 سنسلة ان هو يلبس معي الرجالي بمنتهى الارحية 30 سنسلة وعملته براحة ان انا عملت الست سطور من هنا بس في نهوت في الوش بتاعي انا عملته سبع سطور انتم عارفين ان الرجالة بتبقى القدم بتاعتها بتبقى اعرض شوية فانا عملت هنا هوات سبعة وبعد كده عملت الستة وطلعت برضو ست سطور بالغرزة بتاعتي وبقى دوت الشكل بتاعي النهائي للسليبرز او اللاكلوك بتاعنا الجميل جدا القطيف دوت الفيديو بتاعي النهور دي رب يكون عاجبكم سوش بلو عاجبكم لايكوك كتير وشيروا الفيديو والقناة مع كل حبيبكم وصحابكم المهتمين بالكرشية وتركوه والتطريس وحبين ان هم يتعلموك ديت هستلنا تعليقاتكم في الكومنتات ولي رأيكم ولو جربتوا الخيط الفوق الوهم دو تقولولي ايه رأيكم فيه وهل فعلا بيدفي ولا لا وجميل في السخدماته ولا لا وكمان سيبولي كده كومنت حلو منكم وقولولي انتم تتابعوني من قاني بلد بالزبط ونفسكم الفترة الجاية نشتغل على ايه بالزبط وما تنسوهوش لو لسه مش شكفيش بالغاية دي راتي في القناة نزلي بسرعة اشتركي وفعلت زرجاش ونصلي كل جديد من فيديوهاتي وشكرا جدا لمتابعكم